موسيقى استشادوا ثلاثة من جنود الجيش بمواجهات مع ميليشيا الحوثي شمالية لحج موسيقى ميليشيا الحوثي تعين قياديا حوثيا لجامعة خاصة أو جامعة خاصة بصنعاء وتستبدل اسم مدرسة حكومية في إبت مواطنون في لحج يغلقون طريقا حيويا أمام شاحنات نقل البضاع إلى تعز موسيقى أهلا بكم البداية عسكريا حيث استشد ثلاثة من جنود الجيش والمقاومة الجنوبية خلال معارك عليفة مع ميليشيا الحوثي شمالي محافظة لحج وبحسب مصر ميداني فإن المواجهات تجددت في جبهة الحد يافع عقب هجوم جنت الميليشيا على مواقع الجيش والمقاومة المصدر أكد أن المعارك انتهت بفشال الهجوم الحوثي وسقوط العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح في ملف ضحايا الألغام استشد طفل جراء انفجار لغم زرعة ميليشيا الحوثية لرهابية جنوبي محافظة الحديدة مصدر محلي قال اليمن شباب أن الطفل محمد سليمان البالغ من العمر تسع سنوات استشد في أثناء جمعه للحطب جراء انفجار لغم حوثي في منطقة الجاح الأسفل التابعة إدارية لمدرية بيت الفقيه وتعد محافظة الحديدة أكثر المناطق تلوثا بالألغام الحوثية وتشهد حوادث انفجار ألغام وعبوات نافسفة مموهة خلفت مئات الشهداء والجرحى ضحية بعد أخرى من الأطفال تلفظ أنفاسها جراء الموت المتربص بالمدنيين في الحديدة لا يكاد يمر يوم دون أن تحصد ألغام الحوثيين أرواحا بريئة تخطفهم من عائلاتهم دون أن يتحرك العالم لإنقاذهم من ينقذ أهل الحديدة وأطفالها ونساءها من قذائف الغزو الحوثي وألغام البليشيا ودماؤهم التي تسيل يوميا سؤال لا إجابة له وفق معايير الأمر الواقع كمصيره ومستقبل المحافظة وأبنائها وسكانها مصير مجهول في ظل استمرار عدوان المليشيا الحوثية وجرائمها اليومية خلال الساعات الماضية أصيب عبد العزيز عبد الله سالم وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاما أصيب بانفجار لغم حوثي مموه في قرية الشجنة بمديرية الدريهمية وسقطت في الوقت نفسه قذائف وأطلقتها مليشيا الغزو الحوثية على منازل مدنيين في قرية المحرق بمديرية حيس المحررة في كل مرتين يتساقط فيها المدنيون والأطفال ضحايا أهلة الحرب والعدوان الحوثية تكبر الإدانة الأخلاقية للأمم المتحدة وبعثتها في المحافظة ومنظماتها وللمجتمع الدولي منذ حملتهم القوية نهاية عام 2012 لإقاف استكمال تحرير الحديدة بذريعة أن الكلفة الإنسانية ستكون باهضة دارت الأيام ومرت السنوات وها هي الحديدة تدفع كلفة مضاعفة من دماء وأشلاء أبنائها تتساقط قثث أطفال الحديدة ونسائها ورجالها نتيجة عمليات القصف الحوثي يوميا على المدن والقرى والألغام التي زرعتها الميليشيا بكثافة في كل ممرات ودروب الحياة في الطرقات والمزارع وحول آبار المياه لتحيل كل ذلك إلى أرض مفخخة بأدوات الموت تسهدف المدنيين على مرأة ومسمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نبقى في ذات الملف حيث قال مشروع مسامل نزع الألغام في أن الألغام والدخائر غير المنفجرة من مخلفات ميليشيا الحوثي تقتل أو تصيب طفلا يمنيا كل يومين وأوضح في بيان مقتضب على منصة X إنه يموت طفل أو يصاب بسبب الألغام الأرضية والدخائر غير المنفجرة كل يومين وكان تقرير لمنظمة إنقاذ الدفولة كشف في وقت سابق من العام الجاري عن ارتفاع عداد ضحايا الألغام الأرضية من الأطفال إلى ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات في سياق مساعيها لتطيف التعليم عينت ميليشيا الحوثي أحد قياداتها رئيسا لجامعة خاصة في صنعاء استولت عليها قبل سنوات وبحسب بلاغ صادر عن مجلس إدارة جامعة آزال التنمية البشرية فقد فرضت الميليشيا القيادية في الجماعة نجيب الكوميم رئيسا للجامعة بالقوة عبر ما يسمى بالحارس القضائي الذي يستولي على الشركات والجامعات والمؤسسات التجارية وأكد البلاغ أن القرار الحوثي يهدد بتعطيل العملية التعليمية في الجامعة التي تضم أدة كليات ويدرس فيها خمسة آلاف طالب ويضعهم في خطر في السياق أقدمت ميليشيا الحوثي على تغيير اسم مدرسة حكومية بمدرية حزم العدين في محافظة إب واستبدلته باسم طائفي في ظل حملاتها الهادفة لتطيف وتشيير العملية التعليمية وبحسب مصادر محلية فقد غيرت الميليشيا اسم مجمع صلاح الدين الأيوب الحكومي للتعليم الأساسي والثانوي الواقع في منطقة الجوالح واستبدلته باسم زيد بن علي في ظل استمرار التطيف الحوثي للعملية التربوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها ووفقا للمصادر فقد قُبل القرار الحوثي برفض واسع من أهل الطلاب والتربويين الذين يواصلون إضرابهم عن التدريس للأسبوع الثالث استجابة للدعوة التي أطلقها النادي المعلمين للإضراب حتى يتم صرف رواتبهم أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف طفل غربي محافظة إب في ظل انتهاكاتها المتواصلة ضد الأهالي وقال سكان محليون إن الميليشيا اختطفت الطفل جميل أمين العواضي في مديرية حزم العدين واقتدته إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب وتمارس ميليشيا الحوثي انتهاكات واسعة بحق الأهالي في مناطق سيطرتها حيث تختطف مئات المعارضين لها وأبنائهم وتزج بهم في سجونها في ظل سياسة قمعية تمارسها منذ انقلابها في العام 2014 جددت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح المختطفين من موظفي السفارة الأمريكية والأمم المتحدة وبقية المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي بمناطق سيطرتهم وقال وزير الإعلام عمر الإرياني إن الميليشيا تواصل اختطاف أحد عشر من الموظفي المحليين في السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية منذ قرابة عامين وإخفائهم قصرا وترفض السماح لهم بمقابلة أسرهم في امتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية وعرب الإرياني عن بالغ الأسف لحادثة وفاة أحد أبناء المختطف قصرا جميل إسماعيل المسؤول الاقتصادي السابق في السفارة الأمريكية الذي اختطفته ميليشيا الحوثي في أثناء محاولته السفر لعلاجه خارج اليمن فرض العبودية والتمييز الطبقي والعنصري سمة للجماعات الإرهابية ومنها الميليشيا الحوثية التي تسعى بكل الوسائل لتطييف المجتمع اليمني في سبيل إذلاله وطمعا في عبوديتها تراهن الميليشيا الحوثية على الوقت وضعف الذاكرة الجمعية لليمنيين في دوامة الأزمات حسب تصورات الميليشيا والتي تعمل على إعادة تكريس الموروث الإمامية ظنا منها أنها قادرة على فرض العبودية من جديد هذا ما تكشف عنه خططها وتحريفها المستمر للمناهج الدراسية وآخرها امتداد يد التحريف الكهنوتية للمساس بأهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة التي كسرت قيود الرق والاستعباد وحررت اليمنيين في شمال اليمن من ظلام العنصرية والطغيان السلالي في ذروة غرورها وغطرستها تلهو ميليشيا الانقلاب الحوثية ذراع الاحتلال الإيراني الفارسي وتعبث بالمقرارات الدراسية حيث أقدمت مؤخرا على حث فقرة إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات من الهدف الأول لثورة السادس والعشرين من سبتمبر في كتاب التربية الوطنية لصف الخامس تحريفات أخرى في بعض الأهداف لغرض في نفوس الإماميين الجدد الذين سينتهي بهم المآل على خطأ أسلافهم الهالكين وبصورة أسرع وفق ما تؤكده مؤشرات الرفض الواسع للميليشيا وسلوكها العنصري المتنامي باستمرار مع انكشاف أهداف المتمردين الحوثيين تتجلى أكثر من أي وقت مضى عظمة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ودور مصر التاريخي فيها التي توجد بإسقاط الحكم الإمامي وعنصريته ليزداد اليمنيون والأجيال الجديدة اليوم تمسكا بموروث الحرية الخالد واستعصاء على الطمس أو الاستلاب الإصرار الحوثي على تجريف المناهج الدراسية وإعادة تكريس موروث الاستبداد الإمامي والعنصرية السامة يكشف بجلاء ما تكنه صدور الميليشيا وإصابتها السلالية وطموحها لإعادة فرط العبودية على عامة الشعب اليمنية وإلغاء مكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة التي أرست أسس الحرية والمواطنة المتساوية وألغت التمييز على أساس العرق أو اللون أو المعتقد أعلن أبناء عزلة النجيشة في محافظة لحج إغلاق طريق الصحة كربة أمام مئات الشاحنات التي تقوم بنقل البضايع والمواد الغذائية إلى مدينة تعز في ظل استمرار إغلاق طريق هيجة العبد بهدف صيانتها جاء ذلك في بيان لهم حيث قالوا إن الطريقة أصبحت متهالكة أمام المركبات ما تسبب في وقوع عشرات الحوادث حيث بلغت خلال شهر ونصف 52 حادثا فضلا عن تضرر الأهال الذين يعانون من الأمراض التنفسية جراء الأتربة المتصاعدة ووفقا للبيان فقد جاء قرار الإغلاق نظرا لعدم استجابة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والجهات المختصة في استكمال الصيانة الطريق بالرغم من مطالبات الأهالي المستمرة والوقفات الاحتجاجية المتكررة أفدت مصادر محلية بغرق 14 حالة خلال 24 ساعة جراء تعرض قارب يحمل 6 صيادين وتم فقدان أحدهم وإنقاذ الآخرين في ميناء رضون وقالت المصادر إن خمس حالات توفيت جراء الغرق في حين تم إنقاذ تسعة أشخاص وذلك في ساحل جولد مور وساحل العشاق وساحل رأس عباس وميناء الاستياد وفي محافظة شبوى تمكن صيادون في مديرية الرضون من إنقاذ خمسة من زملائهم بعد غرق قاربهم الذين خرجوا به فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن جثة الصياد السادس في ملف ضحايا السيول توفيت امرأة وطفل غرقا في بركة مياه مكشوفة في محافظة حجة ووفقا لشهود عيان فقد توفيت طفل في الثالث عشرة من عمره غرقا مع عمته في إحدى البرك المكشوفة بمنطقة الزيحة تباعة لمديرية المحابشة مشيرا إلى أن الطفل توفيت في البركة ولحقته عمته التي كانت تحاول إنقاذه ومنذ عودة موسم الأمطار توفي عشرة الأهالي بعدة محافظات غرقا في الحواجز المائية وممرات السيول غالبيتهم من الأطفال انتهت النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها استشهاد ثلاثة من جنود الجيش بمواجهات مع مليشة الحوثي شمالية لحجة مليشة الحوثي تعين قياديا حوثيا لجامعة خاصة بصنعه وتستبدل اسم مدرسة حكومية في إب ومواطنون في لحجة يغلقون طريقا حيويا أمام شاحنات نقل البضاع إلى تعز ختم النشر إلى اللقاء